تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيربيس بورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى آخر 48 ساعة غريبة جدا في برشلونا فيها شيء واحد تسريبات 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 بالجملة يعني بداية كان الكشف عن تفاصيل اجتماع بين لابورتا وأمتيتي استطاع في صامويل إنه يقنع إخوان لابورتا إنه الحق في مشاكله كانت على الفريق الطبي لبرشلونا ووعد خلال الاجتماع رئيس برشلونا اللاعب بإنه يدعموه ويساعدوه يرجع لمستوى هذا التسريب الأول يبرر فكرة الخبر اللي انتشر قبل أيام إنه إدارة لابورتا اشترتت على كومان استعادة مستوى أمتيتي لتجديد عقده ثم جاء التسريب الثاني أقوى تفاصيل اليورو فاكس اللي بعثوا ليونيل ميسي لإدارة برشلونا واللي جاء فيه واضح بإنه يريد فسخ عقده وإنه بيعلم إنه فات عليه الموعد النهائي المتفق للإبلاغ عن رغبته بالرحيل وطبعا ظهر في ذلك التسريب إنه ليونيل ميسي طالب إدارة برشلونا الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية الموجودة بسبب كورونا بارتوميو طبعا ما أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وأجبر ليونيل ميسي على البقاء تسريب يورو فاكس جاء عبر صحيفة موندو دي بورتيفو لكن التسريب الأخطر هو التسريب الثالث جاء من مصدر آخر صحيفة سبورت الكاتلونية ألا وهو عقد أنتواني جريزمان التسريب جاء بتفاصيل مملة عن العقد منها راتب اللاعب اللي بيبلغ 17 مليون يورو سنويا مع زيادة سنوية تقارب العشرة بالمئة كل سنة وهذا بيخليه دائما ثاني أعلى لاعب أجرا في برشلونة بعد ليونيل ميسي في تلك الفترة كما تضمن التسريب نظام المكافآت الخاص باللاعب مثلا تبين أنه جريزمان تقاضى 5 مليون يورو إضافة لراتبه لأنه استطاع يوصل لـ 60% من المباريات كلاعب أساسي في كل موسم لعب فيه مع برشلونة البعض اعتبر تسريب عقد يورو فاكس ليونيل ميسي طبيعي لأنه ما بتضمن كثير معلومات ما بنعرفها لكن بيكشف أنه ليونيل ميسي كان عارف أنه موقفه القانون كثير ضعيف لما بعث الفاكس وهناك اتهام بأنه اللي سرب هذا اليورو فاكس إدارة بارتوميو عشان توضح موقفها أنه ما لها علاقة بالرحيل ليونيل ميسي الأخير لكن كثير بيعتبروا تسريب عقد جريزمان أكثر خطورة لأنها وثيقة قانونية عم تتسرب بهذا الشكل والبعض بيعتبرها نوع من الدفاع عن الإدارة الحالية اللي تم انتقادها كثير لإرسال جريزمان معار لمنافس هو أتلتكو مدريد ومقابل شراء أربعين مليون يورو بس خلال موسمين ما اعتبروا كثيرين خطأ إداري كبير من لابورتا بالتالي المتهم بهذا التسريب هو الإدارة الحالية بغض النظر مين عم بيسرب الأخبار من برشلونا واضح هناك فوضى أخبار داخل النادي الكاتالوني تسريبات كثيرة وتاريخ الدور الإسباني علمتنا إنه نهاية هاي التسريبات أبدا مش كويسة وبينقلب السحر على الساحر فيها وبتفقد الإدارات السيطرة على اللاعبين وعالنادي والنتائج بتتأثر بكثرة التسريبات فبالتالي برأيكم شو سر هاي التسريبات ومين بيوقف وراها اشتركوا في القناة